في طول البلاد وعرضها بات الفقر والحرمان رفق شريحة كبيرة من العراقيين الذين زادت الحرب الأخيرة تدى تنظيم الدولة عام 2014 من مأساتهم أكثر من مليون أسرة عراقية بشهادة الحكومة الحالية تقدمت بطلب الحصول على المعونات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها حيث تحول الحصول على قوت يومهم مجرد أمنية ويقول وزير العمل وشؤون الاجتماعية محمد شيع السوداني إن حكومته تقدم المعونة لأكثر من 328 ألف أسرى في وقت لا تزال أكثر من 700 ألف عائلة بانتظار المخصصات المالية لها أرقام يقول ناشطون سياسيون إنها لا تزال قاصرة على المحافظات الجنوبية وبغداد التي تخطط نسبة الفقر فيها 35% بينما تؤكد التقديرات وجود ما لا يقل عن أربعة ملايين عائلة في العراق هي العائلات النازحة في المحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وبابل سقطت بقصد أو دون قصد من أحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تحاول هذه العائلات حاليا لم لمت جراحها في ظل ما تعانيه من آلام النزوح والإبعاد عن مناطقها يعني هسا الجوع والظيم والغهر اللي بيجلطة واللي عنده غالب واللي راح لي رحمة الله من الغهر وريد تردونا لديارنا أكثر شيء نريد أن نرجع لمناطقنا لأن المناطقنا محررة ليش لماذا يراجعون لها زينا إحنا ما نجيبه ونصرف نطع إيجارات واقع يقول العراقيون إنه نتيجة ثلاثية الفساد الحكومي الغارق إلى أخمص قدميه في البلاد إضافة إلى الأطماع الدولية والإقليمية والصراعات بين أطراف العملية السياسية والتي تريد إبقاء البلاد في دوامة من العنف لاستمرار استنزاف البلاد ونهب ثرواتها